في معرض للظهور انطلقت فعالياته في النسخة 91 واللي بيتم تتشنها بمشاركة أكتر من 200 شركة وعارض وأكتر من ألف نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والظهور والأشجار وكمان كل مستلزمات إنتاج البساتين عايز أقولك أن دي خروجة في منتهى الجماعة معرض الأرمان بيتزين وبتشوف فيه ألوان جميلة جدا ما شفناش وتشكيلات مبهجة وفعلا خروجة حلوة للأطفال وللأسرة أنها تعملها فيهم يعني خلينا نبعد شوية عن الموبايل بالنسبة للأطفال وناخدهم معنا في الجولة دي ونتعرف على التفاصيل من المهندس محمود عطى رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظمية للمعرض أهلا بك فندم وصباح الخير على حضرتك أهلا بحضرتكم معرض الزهور النهاردة بيتميز بالتأكيد بظهور جديدة بألوان جديدة بعرضين جدد كلمنا عن الجديد يا فن الحقيقة يعني معرض ظهور الربيع حدث تاريخي ثقافي فني بيتقيم وزارة الزراعة على أرض المعارض بالمتحف الزراعي في الدقي له رؤية له أهداف بيسعى لتحقيقها أهمها خدمة واسعاد المواطن المصري زي ما حدثك تفضلت خروجه بسعر رمزي بسيط سعرة أسخرة عشرة جديد معرض متنوع في المنتج الزراعي اللي بيانتج كل أنواع نباتات الزينة في مصدر نباتات الزينة في الشركات الكبيرة اللي بتنتج عشان تدير المصدر في لندسكيب وشركات متخصصة في لندسكيب في شركات متخصصة في كيف تصنع بهجة في بلكونتك بلكونة الصغيرة البسيطة اللي ممكن تزراحها بتكلفة لا تزيد عن 150 جنيه المعرض أيضا بيحتوي على زراعة الأسطح موجود برضو فيها نفس في فرعين عندنا شركتين لأول مرة يشتركوا في زراعة الأسطح بمسنة منهم أحدهم شراب خرجين يعني حد بيعلم بشكل شيك عندنا أول مرة علم طفلك كيف يزرع مبادرة بتعملها إحدى الجماعيات التابعة للمجتمع المدني عندنا هذا العام فرق فنية وثقافية بتعلم الأطفال إزاي يرسم الزرع إزاي يكون فيه علاقة ما بين الطفل والزرع لأن الطفل النهاردة لو يلمس الطبيعة لن يشعر بأهميتها وقيمتها وأعتقد أن ده موضوع مهم جدا الثقافة لدي الطفل بدأت تندسر فيما يتعلق بالزرع عملنا زي ورش عمل كده إزاي نعرف الطفل أنه يلمس الطبيعة واتعامل مع الزرع وإزراحة لأعز أقول له حضرتك أن هذا العام مختلف إلى بعض الشعب للعوام السابقة تعرف أن المتحف الزرع عبارة عن مجموعة من المبادن المتحفية بتوسطها عدد من الحباق إحنا عملنا شكل إخراجي دي معرض الزهور هذا العام بحيث نضع العروض الخاصة بالسادة العارضين بشكل يتناسب مع شكل المتحف الموجود عندنا أكثر من 8 متاحف وخاصة بسينما وما إلى ذلك بحيث أنه وانت تتجوز داخل معرض الزهور وكأنك مشاهد عرض مصرحي متكامل أركان الإضاءة لها علاقة منها المعارضات الموجودة في لول الزرع بشكل المتحف والحقيقة يعني طب والمعرض الزرع بتاع حديقة الأرمان يا فندم هل دا ليه علاقة ولا دا تلغى وتنقل للمتحف الزراعي حديقة الأرمان هي وحديقة الحيوان تحت التطوير والحقيقة هو المعرض أساسا اتنقل يعني للمتحف الزراعي السنة لأنه كان ديه توجهات معالي وزير الزراعي السنة القصير اللي هو يعني تعظيم الاستفادة من الأصول بأن نطور حديقة الأرمان وأيضا لدينا أرض معارض لمتحف الزراعي وأداره متخصص على إقامة المعارض وإلى دارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعي من شكرك يا بشبانس المهندس محمود عاطة رئيس الدارة المركزية للبستين وأيضا رئيس اللجنة التنظمية لمعرض ظهور الربيع فيها المتحف الزراعي شكرا جزيلا لحضرتك